مشاهدين حزب الله يقفز محمولا بمشروع إيراني يدعو إلى مواصلة التصعيد المسلح في سوريا واليمن فاس المغامرات حزب الله تعيد طرح قضية ميزانيات التسليح الإيراني للواجهة التقرير التالي يشرح حجم الإنفاق العسكري لطهران إذن ينضم إلينا مشاهدين من واشنطن السيد سايمون هندرسون الباحث في معهد واشنطن للشرق الأدنى أهلا بك معنا سيد هندرسون يعني تعرف ميزانية إيران ارتفاعا مستمرا في حجم الإنفاق العسكري مما يثير تساؤلات حول مغزى هذا التوجه العسكري وأهدافه في الشرق الأوسط ما هو تعليقك؟ نعم هذا أمر يقلقنا كثيرا وهو أمر مربك أيضا إلى حد ما لأن إنفاقات إيران منخفضة هناك جيش تقليدي في إيران جيش وإسلاح جو وبحرية في إيران ولكن قواتها الأخرى في سوريا وفي العراق والفرق الصغيرة التي أرسلت إلى اليمن بالمقارنة ليست مكلفة بحد كبير ففي رأيي أن النفقات الإيرانية العسكرية مربكة وأيضا وتتجاوز مجرد الأرقام طيب يعني الزيادة المالية في الميزانية الجديدة تم تخصيص جانب كبير منها لتسليح فيلق القدس الدراع الخارجي للحرس حيث تم رفع مخصصات الحرس الثوري إلى 7.6 مليار دولار مقارنة بأربع مليارات دولار في الموازنة السابقة وبالتالي تكون أضخم ميزانية في تاريخ النظام الإيراني لهذين الغرضين على سبيل التحديد هل يعكس هذا المزيد من التصعيد والإنفاق لصالح أدروع إيران في المنطقة؟ هذا سنتاج واضح للغاية وأنا أتفق معه تماما أنت لا تنفق مثل هذه الأموال إلا إذا كنت تنوي استخدام هذه القوة واستخدام إيران لسرايا القدس كان مكثفا وناجحا في حالة سوريا إذن هذا مؤشر على أن التهديد يستمر ومن المرجح أن يزداد في الحجم أيضا وما هو دور الحرس الثوري الإيراني في منظومة التسليح العسكرية الإيرانية؟ وما هو سر نفوذه الاقتصادي وتعدد موارده المالية؟ ببساطة وأعتقد أن هذا الأمر واضح الهدف من حرس الثوري هو حماية الثورة والقيادة الإيرانية وفوق ذلك أيضا الحرس الثوري وهو أمر مقلق طور دورا لمد نفوذ إيران في المنطقة وهذا أمر يشكل هاجسا كبيرا لشعوب الشرق الأوسط إيران ترى الوضع الراهن في الشرق الأوسط على أنه غير مقبول ويريدون تغييره بالنسبة للآخرين الوضع الراهن هو أمر يمكن أن نتعامل معه ويجب حمايته فيما عدا مناطق الكوارث مثل سوريا إذن هذا تهديد كبير للسلام والوضع الراهن في الشرق الأوسط سيد هندرسون كيف تفسر أن أولوية الميزانية الجديدة عسكرية في ظل حالة الغلايان والتوترة تشهدها إيران بسبب الأوضاع الاقتصادية كيفية تقسيم الموازنة في أي دولة هو مزيج مما تريده الحكومة وما تشعر أن الناس يريدونه وما يمكن أن أن تحققه في النهاية الحكومة بشكل واضح وضعت موارد كبيرة لحماية الأمن ولتحقيق السياسة الخارجية وفيما يتعلق بما يحتاجه الشعب الإيراني يبدو أن هذا الأمر أمر ثانوي في بلد يعيش فيه 18 مليون تحت خط الفقر بعض التقارير تشير إلى امتلاك إيران ترسانة صاروخية متنوعة وتؤكد مصادر إيرانية عسكرية أن مداها قد يصل إلى ما يزيد عن 3000 كيلومتر ألا يعني هذا أن التهديد الإيراني في هذا المجال لا ينحصر على دول الشرق الأوسط فقط الإجابة البسيطة لهذا السؤال هو أنهم الحكومة تريد هذه الأسلحة إما لردع الناس أو لتهديد الناس من جانب الردع لا أحد يهدد الشعب الإيراني ربما الشعب يريد نظاما جديدا في إيران إذن استنتاج هذا التحليل هو أن الجمهورية الإسلامية والنظام في طهران يركزان على الذات ويتسيمان بالأنانية ولا يهتم كثيرا برفاهية الكثير من السكان الإيرانيين وهذا هو الوضع في كثير من الدول الأخرى بالطبع الديمقراطيات في بقية أنحاء العالم تختلف عن ذلك شكرا جزيلا لك كنت معنا من واشنطن السيد سايمون هندرسون الباحث في محاد واشنطن لشرق الأدنى شكرا جزيلا لمشاركتك شكرا جزيلا لك